تزوج من أخوات اثنين بوقت واحد رغم هو يعرف أن هذا الموضوع ميجوز والأسوأ من كل هذا هو طريقة زواجه من أخت زوجته واللي صار بالنهاية قصة غريبة حثت قبل أيام صادمة بكل تفاصيلها أنا عمر الساهي وهذا برنامج قصتنا خلوا لايك الفيديو وتعالى حتيكم هل أبا شونكم اليوم راح تسمعون قصة ورح تسمعون تفاصيل وشي صعب واستيعابة تصرف خارق لكل قواعد الدين والإنسانية والتعايش وكل شي كنا نعرف بدين الإسلام ما يجوز الرجل يتزوج من أخوات اثنين بوقت واحد ولا شفنا هذا الشي حتى عند الناس اللي ما عدهم دين لكن بقصة اليوم اللي صار فعلا شي شي بالرأس قصة غريبة ونهاية أغرب قبل لا نبلش بالقصة حبايبي ادعموا الحلقة بلايك حلو مثلكم وضروري جدا تضغطون زر الاشتراك وتشتركون بقناة اليوتيوب لأن 70% من المشاهدين لهذا البرنامج هم مو مشتركين بالقناة فيا حبيبي ليش تشاهد البرنامج بدون اشتراك اشترك بالقناة ما تخسر شي ويجيك شعار كل ما تنزل حلقة وهس تعالوا نبلش بقصتنا اللي تبدأ ويزوجين متفاهمين وحياتهم ما شيمون ناقصها أي شي عدهم أطفال اثنين وحياتهم مستقرة وساكنين بعيد حتى عن الأقارب وماكوا أي مشاكل بينهم الزوجة بشائر وزوجها سلطان متزوجين وعايشين حياتهم طبيعية سلطان يشتغل يطلع من البيت من الصباح يرجع آخر النهار وبشائر ربت بيت بيوم من الأيام بشائر زارتها أختها اللي أصغر منها وكانت جايبة وياها بناتها الاثنين بشائر شافت أختها الأصغر منها زيارتها كانت غريبة وشكلها كان ما يطمن قالت لها شبيك أختي قالت لها والله يا أختي صارت مشكلة بيني وبين زوجي زوجي يدور علي بنات ويدور حبه هاي السوالة فؤاني تعبت من عيشته واليوم تعاركنا آنويا وزعلت وتركت للبيت وجيت عندش لي ما عندي أحد أروح له وللمعلومة بشائر وأختها أبوهن وأمهن متوفين وما عدهن أخوان المهم أخت بشائر ظلت قاعدة يمهى عدة أسابيع وسلطان رحب بيهم أفضل ترحيب وانطاهم غرفة من البيت خاصة لهم وكان يعامل أخت زوجته أفضل معاملة ومن أول أيام بدأ الشيطان يلعب ويوسوس براز سلطان وصارت عينه على أخت زوجته كون هي كانت صغيرة أصغر من زوجته وكانت جدا جميلة فظل طول هذه الفترة يقعد ويا أخت زوجته وتفضلها وجدا مهتم بيها كانت تشكيلة من زوجته وهو كان يدافع لها ويقولها لا تسكتين أنت تستاهلين ملك أنت تستاهلين دلال ومن هالكلام وظل واقف وياها ودائما يدافع لها ويوضح لها بصورة غير مباشرة أنه هي شقد جميلة وشقد عدها مميزات وهذا الكلام اللي كلنا نعرفه بشائر كانت إنسانة يعني علنياتها عدها شوي هبل فقيرة ما تركز على الكلام كانت تشوف كل شو تسمع لكن لا تركز ولا تحلل المهم أخت بشائر طولت شهرين قاعد يمهم وسلطان كان مدللها على آخر وظل يحاول بكل الطرق يحسسها باهتمام ويسمحها كلام حلو وظل دائما يحرض بيها على زوجها ويفهمها أنه هي لازم تنفصل عنها قال لها لا تشيلينهم إذا انفصلت عنها هذا البيت مفتوح إليش تجين وتعيشين هنا أحسن عيشة لكن أخت بشائر ظل زوجها يحاولوا إياها ويتصل عليها حتى يرجعها إلى أنقنعها ورجعت له رجعت له لكن ما طولت كلها أيام ورجعت البيت بشائر أختها مرة ثانية لكن هاي المرة رجعت وحدها بدون بناتها وزوجها رامي عليها يمين طلاق لأن كانت متعار كوية ومتعاملة ويا بحدية ومفهمت أنه هي تتمنى بس تتطلق منها طبعا هنا بشائر حزنت على أختها لكن سلطان بالعكس كان فرحان ويحس هذا الموضوع فرصة قال لها لا تهتمين أنت تعيشين هنا وإليش الغرفة الخاصة وكل شي تريدي جيمج وحتى إذا حبيت تشتالين حتى تقضين وقت وما تحسين بالملل أنا ألاقي إليش الشغلة لي ناسبج وصارت تمر الأيام وبلشت شوي شوي تتطور علاقتهم وأخت بشائر أيضا عجبت بسلطان صارت تعالي لهم سوية يسهرون سوية يضحكون يسولفون حتى بشائر لما تروح تنام هم يظلون سهرانين آخر شي سلطان صارح أخت زوجته بحبه إلها وإعجابه بيها ولما شافها موافقة وما عندها أي مشكلة بدأ يخطط الفعلته اللي ما عرف شلون اقتنع ينفذها استمر على علاقة حب ويا أخت زوجته وهي عايش وياهم ببيت واحد إلى أنحان موعد تنفيذ الخطة بما أنه بشائر إنسانة فقيرة وعلنياتها قدر سلطان بأسلوب ساحر يقنعها ويخليها ترضى أنه هو يتزوج أختها وصل لها فكرة وفهمها أنه الرجل عادي ويجوز لأنه يتزوج أخوات اثنين في حال الزوجة الثانية كانت مطلقة وما مرتبطة برجل وظل يجيب لها روايات أنه سيدنا يعقوب عليه السلام جمع بين أختين وتزوجهم بوقت واحد وهذا الشي طبيعي ومنها الكلام وفهمها أنه الناس يخافون من هذا الشي ويحسبوا عيب لهذا السبب ما يسوه ولما شاف بشائر بقعدها تردد قال لها والله بصراحة ترى أني من زمان مفكر أتزوج بس أني ما رأت تقول لك حتى لا أجرحك فليش تخليني أروح وأتزوج وحدة غريبة أحسن ما أجيب وحدة غريبة للبيت هذه أختك وأنت تعرفيها وما عدها أحد بالدنيا فليش حرامات تروح للشخص غريب خليها تظل هنا عدنا وخصوصا هي بعدها شابة وصغيرة وظل أيام يحشي ويقرب راسها ويوسوس وقال لها هذا الموضوع لتشيلي لهم راح يظل سر بيناتنا ما يطلع آخر شي اقتنعت بشائر وراح سلطان أخذ أخت زوجته وراح شاف لشيخ ما دري من وين وعقد عليها وصار متزوج من الأخوات الاثنين بوقت واحد ومعيشه بنفس البيت كل وحدة لها غرفة وطبعا بما أن أخت بشائر هي الثانية وهي الصغيرة وهي الحلوة صار سلطان بدون ما يشعر ينطيها الدلال الأكبر لها إلى أن صارت بشائر تحس بهذا الموضوع وقالت لزوجها لكن هو نكر وفهمها قال لها ترى أني أساسا ما عندي مشاعر تجاه أختك وأني تزوجتها مجرد حتى ما تروح لأحد غريب ولأن ما عندها أحد بالدنيا حتى أسر عليها وظليمنا واستمر على هذا الوضع وصار الليلة يقضيها ين بشائر وليلة الثانية يقضيها ين أختها واستمرت بشائر يوم بعد يوم تحس أنه سلطان مفضل أختها عليها لكن ما كانت تريد تحكي ولا تسوي أي مشكلة لأنها تحب أختها ولأن ما تريد يطلع الموضوع وأحد يسمع به تقول بشائر أنا بهذه اللحظة شنت أعرف وأحس أنه اللي دي يصير هذا غلط لكن ما عرف شنو اللي كان مخليني مستمرة إلى أن تقول بيوم من الأيام صحيت من النوم ما لقيت زوجي يمي رغم هذه الليلة كانت هي ليلتي يعني المفروض يكون هو موجود على سريري طلعت من الغرفة رحت أتمشى بهدوء سمعت صوت زوجي بغرفة أختي أتقربت من الغرفة بدون ما يحسون وظليت حاطة إذن يم الباب وسمعت الكلام اللي يدور بينهم سمعت من سلطان الكلام والغزل والدلال والدلع اللي يحشي الأختي شي حتى أنا ما سامعته منه واللي صدمني منه أكثر لما سمعته يقول الأختي بشائر أختك لو صايرة ذكية ورافض زواجنا كان أنا أخذتك وهربنا لأي مكان وتزوجتك المهم عندي ما تصيرين الغيري أنتي من زوان عاجبتني وشنت أتمنى يوم بعد يوم تكونين زوجة إلي هنا تقول بشائر أنا من صدمتي بديت أوعى الخطورة الموضوع اللي دي صير ومن خلال كلامهم وغزلهم والتفاصيل اللي حتشوها عرفت وتيقنت أنه كانت علاقة حب بينهم قديمة آخر شي تقول رجعت الغرفتي وظليت قاعدة وأفكر وبلحظتها وعيت على الغلط اللي صار وكان بموافقتي وثاني يوم لما صبحت الدنيا رحت على وحدة جارتي كانت تعرف بأمور الدين وتحفظ قرآن قاعدت يمها وبديت أستشيرها عن الموضوع اللي يخص زواج الرجل من أخوات اثنين لكن ما قلت لها أنه هذا الموضوع صاير وياي أنا وزوجي فجارتي قالت لي هذا الموضوع ميجوز ومطلق حرام وصارت تنطيني أدلة من الأحاديث والقرآن تقول بشائر ضليت قاعدة يمها وظلت تحجيل وتشرحني على الموضوع بحيث لما طلعت من يمها طلعت وأني إنسانة ثانية ما كلني الندم من فوق التحت وظليت قاعدة ببيتي على نار أنتظر سلطان بس يجي وأول ما أجي أخذت الغرفتي وقعدنا وحدنا وفتحت الموضوع وياه لكن رغم كل هذا تقول سلطان ضل مصمم وقال لي أنت إذا رافض هذا الموضوع وما عاجبك أطلقك وأخلي أختك على ذمتي هنا تقول بشائر أنا خفت وسكتت لكن تقول ما طولت لحد ثاني يوم خلاص صبري انتظرت سلطان يطلع من البيت وطلعت أنا أخذت تكسي ورحت على خالي اللي كان ساكن بعيد عنه وأول ما وصلت حشيت لكل شي تقول خالي أول ما سمع هذا الكلام مني انجن ووقف على حيلة وصار يضرب على راسه ويقول أعوذ بالله منكم وأخذني فورا من إيدي وتوجهنا البيتنا بسيارته وأول ما دخل للبيت شاف زوجي وظل يحشي علي ويرزل بيه هو وأختي وظل تقريبا حاطنا إحنا لثلاثة ساعة كاملة ويحشي علينا ويرزل بينا آخر شي قال أنا راح ألطفوا بحالكم لأن ماريد تصير فضيحة وأحد يسمع وماريد بيوتكم تخرب لأن عدكم أطفال أنا راح ألم الموضوع وحدد زوجي قال لأنت تكتم على الموضوع وحسابك عندي بعدين بعدها خالي قال للأختي أمشي أخذي غراضك وتعاي بياي أنت راح تعيشين يمي بالبيت وأني راح أعرف شلون عاقبك وراحت أختي عاشت عد خالي وظل خالي متكتم على الموضوع وبعد أشهر من هذا الموضوع طليق أختي راح وجاب فتوى حتى يرجع أختي وترجع زوجته وترجع على بناتها وهي وافقت ورجعت بدون ما تحكي لأي شي عن هالموضوع وأني ظليت قاعدة يم أطفالي وعايشة عند سلطان لكن من يومها وأني أحس نفسي كأنه ميته وصرت أحس سلطان وكأنه وحش عايش وياي بالبيت رغم هو حاول بكل الطرق يصلح الموضوع لكن أنا وصلت المرحلة ما أقدر أتقبله صرت ما أقدر أعتبر زوج بعد كل هذا اللي يسواه وبعد هذا الموقف اللي يخلاني بيه استغل جهلي وقلت معرفتي ولأن أنا غشيمة وعلنياتي قدر يستغلني أبشع استغلال تقول بشائر أنا حاليا أحس بتأني بالضمير وهذا الشي حارمني حتى نومت عيني أفكر أحيانا أنفصل عن زوجي لكن أقول بداخلي وين أروح أنا وأطفالي وأفكر أروح على زوج أختي وحشي له الحقيقة وقل له ترى زوجتك كانت متزوجة من زوجي لكن مترددة وخايفة وحايرة شنو أسوي ما أعرف أريد بكل طريقة أصلح الغلط اللي جنت شريكة بي وأتمنى من كل شخص يسمع قصتي ينصحني ويقول لي شنو أسوي حتى يرتاح ضميري وأقدر أعيش حالي حال الناس حبايبي أنا راح أترك الرأي لكم وأترك النصيحة لكم وكل ثقة بآراءكم بشائر تنتظر تعليقاتكم أكتبوا لها رأيكم وهي راح تشاهده وشاركوا القصة وارسلوها لكل أصدقائكم خليهم يسمعوها ويكتبون البشائر رأيهم واللي ينسوا لحد الآن ما خلى لايك الفيديو يخلي لايك حتى يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن واللي ما اشترك لحد الآن بالقناة يضغط زر الاشتراك ويفعل الجرس حتى توصل الحلقات أول بأول وللتذكير تقدرون تشاهدون البرنامج على قناة سمراء الفضائية وعلى فيسبوك ويوتيوب وهذه حساباتي الظاهرة أمامكم تقدرون من خلالها تتواصلون وياي وترسلوني قصصكم أنا كل شيء أحبكم أتمنى أشوفكم على خير بحلقة جديدة وقصة جديدة في أمان الله